مرحبا يا اشتركوا في القناة ، انا سوف أكون أعطاءك في هذا الفيديو لذا اليوم سوف نرى كيف يمكننا مدلل نزل على ايفون XR ونرى كيف يمكننا مدلل هذه الثلية لفصف 3D لذلك لقد بدأت تفعل هذه الثلية. ولكن أريد أن تشارعها الناس لذلك سوف نبدأ من أكثر قبل البداية تستطيع ان تذهب إلى سكتش فاب وتبحث عن iPhone XR وتستخدم هذا الموضوع لكي يستخدم مع بلندر سوف أترك المنزل لكي هذا الموضوع في المسكينة أو يمكنك تستخدمه في ميديفر أو أي أي موضوع لذلك دعونا نرى كيف يمكننا تبدأ قبل ذلك سوف نجعل المنزل 1.5 مم وكما ترى سوف نجعل ملزل هنا و بعض ملزل هنا وليس لا ملزل ولكن بالطبع واحد لكامره وفلاش واحد للوغو هنا واحد لكامره وكامره 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 لذلك دعونا نبدأ أولا سوف أترك المنزل لكامره وفي هذا الموضوع سوف أترك المنزل لكامره سوف نبدأ أول تبدأ من الأجزاء دعونا نضع أو نحن الاندره وضع ملزل هنا وضع ملزل رثب هذا الملزل لنظر أن نضع هذا الملزل وضع إلى ملزل 3D و بعد ذلك دعونا نضع في تأكد دقائق 20 دقائق ثم نضغط 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 نحن نريد أن نقوم بإمكانك بإمكانك تصدق 3D لذلك دعونا نرى الإيفون XR يكون مختلفة لأنκات تذهب إلى العربي سوف ترى أنه يوجد هذا القرن لذا سنبدأ من هنا في القوة سأضع في الخلف لن نتخلق هذا لكن سنقوم بإمكانها إلى المفتاح ونقوم بإمكانها إلى المفتاح المفتاح نرى أيضا كيف يمكننا إضافة المفتاح حسنا بعد ذلك سأقوم بعمل المفتاح لأننا أريد هذا أن تكون مفتاحاً في حول الأحوال إذا لم تكن تقوم بعمل المفتاح سترى أن هذا الرجل ليس مفتاحاً لذلك سنقوم بعمل مفتاح لكن أعتقد أننا سنقوم بعمل المفتاح سنقوم بعمل المفتاح سنقوم بعمل المفتاح لذا كان لدينا هذا جيد هنا هذا بخير سنقوم بعمل مفتاح هذا بخير أعطي أعطي المفتاح إلى بو 18 سنقوم بعمل مفتاح ثم أجعلها 7 بعد ذلك نريد الكبيرة جميلة لأننا سأضعوا كبيرة لتأكيد لتأكيد بعد ذلك سأذهب هنا وممتع كل هذه هذا بخير نحن نمتع أيضا نستطيع أن نعمل على هذا المش لكنني أريد أن أجعله أفضل لا يوجد أن نعمل على هذا المش بعد ذلك دعنا نرى ما لدينا بعد ذلك يمكننا إخترد إختار كلها وإختار كلها في الواقع بعد ذلك سيكون روضا ولكننا سألقل وإختار في كل مكان إختار في الواقع ونرى وإختار في الزرق حسنا حسنا سأضع بعض الأحيان هنا أو بعض الأحيان لتجعله روضا ولكننا سأعمل على هذا المش لذلك سأضع الآن أضع الأحيان سأضع أخرى هذا سأضع الأحيان سأضع كلها وإختار يمكننا إضافة المرور لا نحتاج المرور لذلك يمكننا إختار هنا وإختار أضع الأحيان إذا كان هذا المرور لا يمكنك أن تكون أضع الأحيان كما يمكنك أن تضع الأحيان وإختار الأحيان إذا كانت تكون مرورة 3D سيكون مرورة سيكون مرورة 10 منطق أكثر حسنا سنحتاج أخرى هم نحن نعم نعم أحد الأحيان يجب أن نضع صفحة الأحيان الأحيان أخرى 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 iPhone XR we have some holes here around 3 so let's add the horizontal loop we have some loop here and the loop here and this loop I will move to be here and add one loop cut here and one loop cut here let's see what we have and this one will be moved to be this wish we have adjusted all the horizontal loops so we want to add some curve here and I think we can move this gg slide to be here again another loop cut here scale in the X and select this loop cut and slide here the same thing will be applied in the other direction which is here and I think we will select all of this and move we can select all of the elements and move in the X axis select this one and move and that's it let's begin I will hide this one to see what we have alright that's fine and I select this holes and extrude in X axis around to be here GX and scale in X axis of course we have the case so we will delete all of these faces that's fine and let's select this and delete also in the SD card we will select both of these faces and delete and and we are now done so in the bottom we will add vertical loops this time so for the speakers and for the charger socket scale in X axis I want it to be even less based and for the speaker we will add loop cut here and another loop cut here let's go and add loop cut here and another loop cut here that's it so in this direction we can select this item and slide and this item and slide this item can be slid here and this one can be slid here and let's say delete and delete this edge and delete this edge if we hide the design we can see that we have made the case but we want to add but for the side but for the side which is front and back we want to add the camera so we can select I will add loop cut here select this face select this face and delete edge and move to B circle rotate like this and scale when we apply the sub-during surface it will be fine we can extrude in the way but no issue also for the flash we can select this one and move to B in the center and control shift B and delete faces select all of this and make to B circle and move to B here in a way for the logo it will be here so we want this one to be deleted and and we will make it circle let's see what we have here that's fine we can also add or delete this one but it will not fine the back side will be will be we can add the details here in a decoration such as move it to B in the X but before adding the decoration we will add the thickness so let's add the thickness in the solidify add all the scale it will be one millimeter after applying the scale it will be one millimeter to the direction which is and after that I'll add the sub-during surface and after that I'll add the sub-during surface all right all right all right all right so this one will be adding loop here to define this edge again here that's why I have said that we want to apply the solidify modifier first before adding the details in the back anyway we I will delete all if these faces we can see that this faces must be deleted and that's fine we are close to finish our case as you can see this is the base you can add in the any decorations here or add any details but for this circle we will apply or convert it to be circle and again let's see after adding a sickness it will be fine for us one one millimeter looks fine for a separate also I will let's see let's apply the solidify if you happy with this one you can save your file and let's so I will apply make it one point oh two point oh one millimeter so let's apply after that let's define this edge and also this one the clipping issue can be resolved if you can see بعد تحضير المفاوضة سيكون مثل هذا دعونا نحن 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 نتوقع سأقوم بإمكاني سأقوم بإمكاني مثل هذا أو هذا كما ترى هذا هو مددد المددد فقط عمله إذا كان هناك مخصصات بشكل تسعى سأضع الوكات كما أخبرت فقط أضع الوكات في هذا المكان وأضع الوكات أيضا في هذا المكان أتمنى أن تشعر هذا الفيديو، أراك في القناة القادمة